بسم الله الرحمن الرحيم الطلبة الأعزاء انتهينا في المهاضرات الماضية من الحديث عن الفصل التمهيدي للقانون الدولي الإنساني وانتهينا أيضا من الحديث عن الفصل الأول المتعلق بالأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي وتحدثنا عن المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني ونطاب تطبيق القانون الدولي الإنساني وإطاره القانوني وتناولنا مجموعة من الأمور المهمة في هذا المصر في محاضرتنا هذه بمشيئة الله تعالى سنبدأ الحديث عن الفصل الثاني وهو الفئات المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي الإنساني وطبعا الفئات المحمية عندما نتحدث عنها فإننا نقصد هنا ما يتصف بصفة المدنية وما يتصف بصفة المدنية هم الأشخاص بالإضافة إلى الأعيان وبالتالي فإن القانون الدولي الإنساني قد جاء حماية للأشخاص المدنيين أو الأشخاص العاجزين عن القتال وأيضا جاء حماية لأعيان المدنية والأعيان المدنية سنتناول تعريفها وما هيتها ومتى تعتبر هدفا مشروعا ومتى لا تعتبر كذلك سنتناول بداية في المبحث الأول حماية الأشخاص طبعا قلنا أن هناك أربع اتفاقيات تم توقيحها عام 1949 عرفت باتفاقيات جينيف الأربعة وهذه الاتفاقيات حددت مجموعة من الفئات التي تحظى برعاية هذا القانون الدولي الإنساني وهذه الفئات هي الجرحة والمرضى في القوات المسلحة في الميدان وهي الاتفاقية الأولى والاتفاقية الثانية جاءت لحماية الغرقة والجرحة والمرضى من القوات المسلحة في البحار والاتفاقية الثالثة جاءت لحماية أسر الحرب والاتفاقية الرابعة جاءت لحماية المدنيين وطبعاً الجرحة في الميدان والجرحة والغرقة في البحار وأيضاً أصل الحرب هم أصلاً عسكريين مقاتلين هم في أصلهم عسكريين مقاتلين لكن ظروف الحرب لإصابتهم أو مرضهم منعتهم من الاستمرار بالقتال وتوقفوا عن القتال وبالتالي طالما أنهم توقفوا عن القتال فإنهم أصبحوا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز قتلهم أو الاعتداء عليهم بطريقة غير إنسانية وسنتناول بمشيئة الله في المطلب الأول فعالية القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين أو الذين كفوا عن القتال أولاً سنتطرق إلى تعريف الجرحة والمرضى والغرقة بشكل مقتضب بالإضافة إلى الحديث عن القتل والمفقودين أيضاً بشكل مقتضب الجرحة والمرضى والغرقة طبعاً الذين تناولتهم اتفاقية جنيفة الأولى والثانية لسنة 1949 بالإضافة إلى الباب الثاني من البروتوكول الأول خصوصاً من المواد 8 إلى 34 و30 قالت بضرورة تحسين حالة هؤلاء هذه الفئة وهم الجرحة والمرضى الذين أصبحوا غير قادرين على القتال وتكون هذه الحماية طبعاً دون تمييز بين هؤلاء الأشخاص دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة وبالتالي فإن هذه الحماية التي يحظى بها هؤلاء الأشخاص هي من المبادئ الجوهرية التي سعى لها القانون الدول الإنساني وخصوصاً وعلى وجه التحديد اتفاقيات جنيف الأربع خصوصاً للاتفاقية الأولى والثانية وإن مبدأ عدم التمييز هو من المبادئ الأساسية التي نادت بها الاتفاقيات الأربعة هذا أولاً فيما يخص الجرحة والمرضى فقط أشارنا إليه إشارة كما هو موجود في الكتاب المقرر أما بخصوص القتلى والمفقودين فالقانون الدولي الإنساني اهتم بهذه الفئة اهتماماً كثيراً وطبعاً حظية هذه الفئة بحماية خصوصاً لما يترتب على القتل أو الفقد من آثار قانونية متعلقة بأسر القتلى أو بأسر المفقودين وفي موضوع القتلى أوجب القانون على أطراف النزاع أن يقوموا بتسجيل هويات المتوفين وإرسال هذه البيانات لللجنة الدولية للصليف الأحمر حتى يتم نقلها إلى الطرف الآخر وبالتالي يتم تبادل شهادات الوفاء وقوائم بأسماء الموت والقتلى وأيضاً التناول وتبادل عفواً الأشياء ذات القيمة التي يتم إيجادها مع الموت ويتم دفن هؤلاء الموتى أو القتلى وفق الشعائر الدينية لهم وفي مقابر خاصة بهم ولا يجوز حرق الجثث الخاصة بهؤلاء الأشخاص إلا لأسباب صحية ضرورية ومراعاة لديانات المتوفقة فهناك بعض الديانات التي يعتنقها بعض الأشخاص طبعاً تحتم عليهم حرق جثتهم وذلك كما هو موجود مثلاً في الهند فإن كانت هناك ضرورة صحية أو مراعاة لديانة المتوفة أو المقتول فلا مشكلة من حرق هذه الجثث أما دون ذلك فلا يجوز طبعاً حرق هذه الجثث أما فيما يخص موضوع المفقودين فسنقتصر هنا على تعريف المفقودين والمفقود طبعاً عرف من قبل مجموعة من الفقهاء فمنهم من عرفه بأنه الشخص الذي انقطع خبره بحيث لا تعلم حياته من مماته ولا يمكن الحكم عليه بأنه ميت أو حي فعنصر الشك الذي يكتنف مصير الشخص لا الجهل بمكانه هو الذي يجعل هذا الشخص مفقوداً يعني ما بنعرف هل هو عايش أو ميت لكن إذا كنا نعرف هو عايش ومتكديم منه أو هو ميت ومتكديم منه لكن لا نعرف مكانه هذا يعتبر غائب ولا يعتبر مفقود فالمفقود يختلف عن الشخص الغائب فالمفقود إذن هو شخص فقد في ظروف الحرب أو في ظروف يغلب فيها الهلاك ولا تعلم حياته من مماته أما الغائب فهو شخص معروف المصير ولا يعرف مكانه ولا يعرف مكانه وطبعاً المنظمات الدولية عنيت بالاهتمام بهذه الفئة وطبعاً من أهم المنظمات التي عنيت بهذا الأمر هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالإضافة إلى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وهذه طبعاً الجهتين من أكثر المؤسسات أو المنظمات الدولية التي تهتم بحقوق المفقودين وبحقوق ذويهم إذن هذه كمقدمة أو تعريج فقط على موضوع القتلى والمفقودين وأيضاً تعريج سابق على الجرحى والمرضى والغرقة ما نريد أن نفصل به أكثر وسنتناول طبعاً هؤلاء الفئات التي ذكرناها لاحقاً وبشيء من التفصيل لكن هنا بداية سنتحدث عن تفصيل أكثر في موضوع حماية المدنيين في موضوع حماية المدنيين وطبعاً موضوع حماية المدنيين من أكثر الموضوعات التي ركز عليها القانون الدولي الإنساني ولن نبالغ لو قلنا أن المدنيين هم الأساس الذي جاء لأجله القانون الدولي الإنساني ورأينا كيف ظهر القانون الدولي الإنساني في بداياته عن طريق الكاتب هنا ريدونان وكيف كتب ما كتب في حين رأى ما جرى في المدنيين في الحروب التي جرت أمام عينه فعندما رأى الويلات التي أصابت المدنيين قلنا أنه دعا إلى عقد مؤتمرات واهتم بهذه المؤتمرات حتى تطور الحال ووصل إلى ما نحن عليه الآن من نصوص قانونية واضحة وصريحة وناظمة للحماية الخاصة بالمدنيين وحماية المدنيين أمر مهم جدا كون أن العسكريين في الغالب لا يراعون الشفقة في قتل المدنيين وفي تدمير العيال المدنية فرأينا في الحروب على قطاع غزة سواء في 2008 أو 2012 أو 2014 الحالة الهمجية التي أصابت إسرائيل في هدم المباني والمساجد والمؤسسات والمدارس والمنازل المدنية على رؤوس ساكنيها واستخدمت في ذلك شتى وسائل الحرب المسموحة والغير مسموحة من فوسفور وغيره وطبعا القاعدة العامة في القانون الدولي الإنساني أن شر الحرب يقتصر على المحاربين ولا يجوز أن يتعدى ذلك الشر إلى المدنيين ومن طبعا الأمور التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين قاعدتين مهمات وهما أولا القاعدة الأولى التزام الأطراف المتحاربة بقصر توجيه العمليات العسكرية نحو القوات العسكرية بغرض إضعافها وليس الإفناء الكل لمواطنين أو شعب ذلك الطرف أما القاعدة الثانية فهي تحريم توجيه العمليات العسكرية أو أي عمليات عدائية أخرى ضد السكان مدام أن هؤلاء السكان لا يشاركون بالفعل في القتال وطبعا السكان المدنيين هم الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أفراد القوات المسلحة والتنظيمات المساعدة أو المكملة لها كان الأشخاص مثلا العاملين في المصانع الحربية وأيضا يعتبر من المدنيين الأشخاص الذين لا ينتمون للقوات المشارئة إليها في الفقرة السابقة ولكنهم عفوا يشاركون في القتال ولكنهم يشاركون في القتال من فهم المخالفة إذا لم يشاركوا في القتال فهم مدنيين لكن طالما أنهم يشاركون في القتال فهم مقاتلين ولا يخضعون للحماية إذن السكان المدنيين هم الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أفراد القوات المسلحة ولا يشاركون في القتال في حالة نشوب نزاع مسلح وطبعا هذا التعريف يعتبر أن هناك مجموعة من الأشخاص موجودين مؤقتا في حالة عسكرية يعتبرهم مقاتلين يعني شخص مدني حمل السلاح حبة لمواجهة الغزو أو الاجتياح أو العدوان الذي ثار من دولة أخرى فمجرد أن حمل هذا الشخص المدني السلاح وقام بالقتال فإنه في هذه الحالة يعتبر مقاتلا بالإضافة إلى أنه وضع الأشخاص العاملين في المصانع الحربية مثلا في مصاف الأشخاص المقاتلين حتى لو لم يحملوا هؤلاء الأشخاص سلاحا ظاهرا وطالما أنهم يعملون في المصانع الحربية ويشاركون في العمليات العسكرية بطريقة مساعدة وبطريقة مكملة للقوات المسلحة فإنهم يعتبرون من المقاتلين وبالتالي إذا اعتبروا من المقاتلين فإنهم يخرجون من نطاق الحماية المقررة للمدنيين وطبعا تضمنت المادة خمسين أيضا من الملحق الإضافي الأول لاتفاقيات جينيف تعريفا للمدنيين وهو ما ورد في الكتاب المقرر أمامكم بالإضافة إلى أنهم الأشخاص الذين طبعا لا ينتمون إلى القوات المسلحة بأي شكل كان ولا شك أن الحماية المقررة للسكان المدنيين تقتضي منهم عدم المشاركة في العمليات العسكرية إذن هذا الأمر أصبح واضحا طالما أن الشخص لا يشارك في العمليات العسكرية فإنه يعتبر مدنيا ويلاحظ أنه لا يعد مدنيا من ينتمي إلى أفراد القوات المسلحة إذا كانت هذه الفئات تنتمي إلى تخصصات مهنية وفنية بموجة والأصل مثل المهندسين والطباء ورجال القضاء العسكري متى التحقوا هؤلاء الأشخاص بخدمة القوات المسلحة فإنهم يصبحون أفرادا منها وحتى يتمتع طبعا السكان المدنيين بالحماية المقررة في القانون الدولي الإنساني فإن عليهم مجموعة من الالتزامات تتمثل هذه الالتزامات في أولا عدم الاشتراك المباشر في العمليات العسكرية وهذا الأمر واضح بالإضافة إلى عدم القيام بدور فعال في المجهود الحربي أي أن لا يشارك بطريقة تساعد أو تكمل عمل القوات المسلحة فإن شارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات العسكرية فإنه يعتبر شخص مستهدف وخارج نطاق الحماية المقررة ثالثا الابتعاد قضى الإمكان عن المناطق الدائرة فيها العمليات العسكرية وعدم الاقتراب من هذه المناطق حتى لا يتسبب القتال الدائر بإضرار بهذا الشخص المدني وطبعا فيما يتعلق بموضوع حماية المدنيين أو معاملة المدنيين من أطراف النزاع ففي جميع الأحوال لا يجب إخضاع هؤلاء المدنيين إلى الإكراه أو التعذيب أو العقوبات الجماعية والانتقام كالحصار مثلا أو القصف العشوائي أو إلى ذلك أو الاحتجاز كرهائن أو اعتبارهم كدروع بشرية فهذه الأمور كلها محظورة في القانون الدولي الإنساني ويبينت الاتفاقيات خصوص الاتفاقية الرابعة شروط الاعتقال وظروفه وكيفية نقل الأشخاص من دولة إلى أخرى وفيما يتعلق في الأراضي المحتلة فقد حددت الاتفاقية الرابعة على وجه التحديد يعني تفاصيل حقوق السكان المدنيين التي لا يمكن لدولة الاحتلال أن نيل منها بأي شكل من الأشكال وموضوع اعتقال المدنيين الوارد في المادة أو عفوا الاتفاقية الرابعة اتفاقية جنف الرابعة يتشابه طبعا مع ما ورد إلى حد كبير في الاتفاقية الثالثة من حيث المعاملة بصورة عامة وبالإضافة لكل ما تناولناه سابقا فقد أقر القانون الدولي الإنساني مجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها بخصوص حماية المدنيين ومن أهم هذه المبادئ أولا قاعدة عدم الإضرار بالحقوق الممنوحة للفئات المحمية وذلك عن طريق عقد اتفاقيات بين الأطراف المتنازعة لكن بشرط أن تكون هذه الاتفاقيات مؤكدة لنفس ما جاء بالقواعد الأساسية القانون الدولي الإنساني والمقررة في قواعد القانون الدولي الإنساني يعني ما تيجي مخالفة لهذه القواعد يعني ما بينفع كأطراف متنازعة لنجي نعمل اتفاقية تخالف أو تقلل من الامتيازات والحقوق التي منحتها الاتفاقيات الدولية للفئات المحمية خصوصا المدنيين يجب أن تزيد هذه الاتفاقية من قدرة تلك الحماية يعني ما تنقصها لا تزيدها ويجب أن تكون تقرر معاملة أفضل من التي قررتها الاتفاقيات الدولية كمان لا يجب أن تغير هذه الاتفاقية من وضع الأشخاص المحميين أو لا يتم الانتقاص من هذه الحقوق أو من هذا الوضع الذي قرره القانون الدولي الإنساني المبدأ الثاني وهو مبدأ الشك يفسر لصالح الشخص المحمي إذا ثار خلاف طبعا ما بين الشخص الموجود في دائرة القتال هل هو عسكري أو هو مدني يجب تغليب الصفة المدنية على الصفة العسكرية وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الثالثة الخاصة بحماية الأسرة بالإضافة إلى ما جاء في البروتوكول الأول حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 50 على إذا ثار شك حول ما إذا كان الشخص مدنيا أو غير مدني فإن ذلك الشخص يعتبر مدنيا وطبعا إذا وقع المثال الظاهر على هذا الأمر إذا وقع الشخص في يد العدو دون أن يكون معه إثبات شخصية هوية أو إلى ذلك فالقاعدة إذن تقتضي بأنه يعتبر أسيرا إلى أن يثبت عكس ذلك وبالتالي يجب أن يخضع للحماية يجب أن يخضع للحماية هذا إذن المبدأ الثاني هو مبدأ الشك يفسر لصالح الشخص المحمي أي يعتبر مدني ولا يعتبر عسكري إذا ثار شك بهذا الانتماء ثالثا مبدأ أو شرط مارتينز هذا الشرط تم وضعه في المادة الأولى من البروتوكول الأول إضافي لعام 1977 ويتنص هذه المادة على أنه يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها القانون أو الاتفاقية أو هذا البروتوكول يظلون تحت حماية وسلطان مبدأ القانون الدولي الإنسان إذن يطبق هذا الشرط عند عدم وجود نص يحمي الشخص إذا ما فيه نص إذن بدنا نطبق المبادئ التي جاء بها القانون الدولي الإنساني وأول مبدأ هو مبدأ الإنسانية الذي يقضي بحماية الإنسان وكرامة الإنسان في كافة الظروف والأحوال فطالما أنه لا يوجد نص إذن يجب أن نطبق هذا الشرط ونطبق مبادئ وسلطان القانون الدولي المبدأ الرابع وهو مبدأ أن الميزة الحربية لا يمكن أن تزيل حقوق الفئات المحمية طبعا في الفصل الأول تحدثنا عن هذا الموضوع عند حديثنا عن الضرورة العسكرية وقلنا إذا كانت هناك ميزة عسكرية يجب الأخذ بعين الاعتبار وجود مدنيين في هذه الحالة والابتعاد قدر الإمكان عن الإضرار بهذه الفئة المحمية وبالتالي إذا وجدت ميزة عسكرية فيجب أن يتم استخدام هذه الميزة في أضيق نطاق حتى لا يتم الإضرار بالمدنيين ولذلك يحضر اللجوء إلى الهجوم العشوائي الذي لا يميز بين الأشخاص المدنيين والمقاتلين أيضا مبدأ تحريم أسليب القتال التي تحدث إصابات غير مفيدة أي أن يتم استخدام سلاح دقيق إلى حد ما ولا يتم استخدام سلاح بشكل عشوائي يحدث إصابات في المدنيين بلا تمييز ما بين المدني والعسكري فعند استخدام وسائل القتال يجب استخدام وسائل القتال بالحد المعقول الذي لا يؤدي إلى الإضرار بشكل كبير في المدنيين ويحضر بذلك استخدام الهجمات العشوائية التي لا توجه إلى هدف عسكري دقيق وإنما يمكن أن تصيب هذه الهجمات أهداف عسكرية وأهداف مدنية على حد سواء سادسا حظر الأعمال الانتقامية طبعا يمكن أن يصيب العدو ضرر لا يجب على العدو أن يرد هذا الضرر بالانتقام في الأشخاص المحميين بموجب القانون فالقانون مثلا حمى الأسرة وحمى الجرحة وحمى المرضى والغرقة وحمى المدنيين وبالتالي لا يجوز أن يرد العدو انتقامه على هؤلاء الأشخاص المحميين الموجودين في إطار الحماية القانونية للقانون الدول الإنساني رتب ضرورة ومفادها تجنيب هؤلاء الأشخاص قدر الإمكان ويلات النزاع المسلح الناشئ ما بين الأطراف ثامنا المبدأ الذي يقرر ضرورة تمييز بين الهدف العسكري والغير العسكري وهذا الأمر طبعا واضح ومفهوم فالهدف العسكري معروف وهو الهدف الذي يستخدم في الأغراض العسكرية أما الأهداف غير العسكرية فهي التي تستخدم لأغراض إنسانية كالمشافي والمساجد والمنازل السكنية التي تؤوي المدنيين وهذا الأمر واضح وبسيط تاسعا مبدأ المعاملة الإنساني وهذا المبدأ تحدثنا عنه أيضا في مقدمة حديثنا في محاضراتنا الوجهية وقلنا بأن مبدأ المعاملة الإنسانية يهدف إلى حماية الإنسان بشكل عام وذلك بتقرير حماية له من العنف والإضرار الجسدي والمعنوي وعدم إكراهه وعدم إيقاع أي عقوبة تهين كرامة هذا الإنسان فالمادة العاشرة أيضا من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 قررت ذلك حيث قالت يجب احترام وحماية الجرحة والمرضى والمنكوبين في البحار أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه بغض النظر عن انتمائهم فمجرد أنهم ينتمون لفأة البشر فإنه يجب حمايتهم اثنين يجب في جميع الأحوال أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقى جهد المستطاع بالسرعة الممكنة وأيضا الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته إذن يجب حماية الأشخاص قدر المستطاع ومعاملتهم معاملة إنسانية بقدر المستطاع عاشرا مبدأ حضر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة فلا يجوز المسؤول أو القائد أو العسكري أن يعطي أمرا بضرورة عدم إبقاء أحد على قيد الحياة فالمادة 40 ملا بروتوكول إضافة الأول قالت بأنه يحضر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة أو تهديد الخصم بذلك أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس يعني ما بينفع إنك عسكري تجي تتمارس العملية العسكرية لغرض وهدف أساسي وهو عدم إبقاء أحد على قيد الحياة ولا يجوز لك أيضا التهديد بهذا الأمر كون أن هذا الأمر يؤدي إلى الإضرار بشكل كبير في الأشخاص المدنيين ويؤدي إلى هلاك مجموعة كبيرة من البشر ودون تمييز ما بين كونهم عسكريين أو مدنيين 11 مبدأ عدم التمييز بين الفئات المحمية فلا يجوز التمييز بين الفئات المحمية باستنادا إلى انتماءهم أو جنسهم أو لونهم أو دينهم أو إلى ذلك وهذا الكلام قلناه في بداية المحاضرة فإن مبدأ عدم التمييز هو من المبادئ الجوارية التي يستند عليها القانون الدولي الإنسان أيضا مبدأ المحافظة على السلامة الجسدية للفئات المحمية المبدأ الأخير وهو مبدأ المحافظة على السلامة الجسدية للفئات المحمية فلا يجوز بأي شكل من الأشكال وممارسة للعنف ضد الشخص المحمي وتسليط القوة على هذا الشخص بما يتسبب بالإضرار بسلامته الجسدية وبالتالي يحضر قتله أصلا ويحضر تعذيبه سواء تعذيبا جسديا أو معنويا وتحضر أيضا العقوبات الجسدية وبتر الأعضاء والمعاملة المهينة والعقوبات الجماعية إذن هذه المبادئ أو من أهم المبادئ التي جاء بها القانون الدولي الإنساني لحماية الأشخاص المدنيين يعني ذكرناها اتباعا وهي 12 مبدئا يجب مراعاتها بخصوص طبعا المدنيين وقت النزاع المسلح ومن الملاحظ أن القانون الدولي الإنساني وضع حماية خاصة للمدنيين من فئة النساء والأطفال على وجه التحديد وطبعا نصت المادة السادسة من التفاقية حقوق الطفل على أنه تعترف الدول الأطراف أن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة وتكفل أيضا ضول الأطراف أقصى حد ممكن لبقاء الطفل ونمو هذا الطفل والمشرع الدولي أولى اهتماما كبيرا في الحماية الخاصة بالأطفال سواء في حياتهم سواء في عيشهم بأمان سواء في تنميتهم اجتماعيا وجسديا وفكريا وأنشأ المنظمات الدولية طبعا زي اليونسيف مثلا لرعاية هذه الفئة المهمة من الأشخاص المدنيين وبخصوص موضوع النزاعات المسلحة الغير دولية فإن المدنيين أيضا يعني يحظون باهتمام كبير ويكونون من ضمن الحماية المقررة في القانون الدولي الإنساني فالحماية المقررة تكون للأشخاص المدنيين سواء في النزاع الدولي أو في النزاع الغير دولي وهذا ما قررته المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جينيف الأربعة لسنة التسعة واربعين حيث نصت على أنه في حال نشوء نزاع ليس له صفة دولية على أرض أحد الأطراف فهناك حد أدنى من القواعد واجبة المراعاة كما أنه يمكن الأطراف في مثل هذا النزاع عن طريق اتفاقيات خاصة تنفيذ كل أو بعض الاتفاقيات أي الاتفاقيات الأربعة وبالتالي يحظر الاعتداء على حياة وسلامة الأشخاص المدنيين في الدولة الحاصل فيها النزاع الغير دولي أو أخذهم رهائن أو الاعتداء على كراماتهم الشخصية أو إصدار أحكام ضدهم دون محاكمة عادلة إذن المدنيين يحظون باهتمام سواء كانوا في نزاع دولي أو في نزاع غير دولي وطبعا إلى جانب المادة الثالثة المشتركة ما بين اتفاقيات الأربعة اتفاقيات جينيف جاء بعد ذلك في عام 1977 كما قلنا البروتوكول الإضافي الثاني الخاص في النزاعات المسلحة الغير دولية ووضع طبعا حماية أو وضع نصوصا عفوا أكثر تفصيلا لحماية الفئات المحمية بموجب القانون إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية محاضرتنا نلتقي بكم بمشاء الله تعالى في محاضرة جديدة في وقت لاحق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته